في محاولة لترويج عسل النحل المحلي ومنتجاته وتسويقه نظم عدد من النحالين في كلية الزراعة بمحافظة التاميم الاحتفال السنوي الثالث لعسل النحل ضمن جهود دعم المنتج المحلي والتقليل من استيراد العسل من الخارج تابعة كلية الزراعة أن تمارس دورها الرياضي في رفض المجتمع بطاقات البشرية المؤهل العمل في الميدان الزراعي إضافة إلى خدمة المجتمع من خلال إقامة المحافظة العلمية ومن ضمنها هذا المهرجان الذي يعد المهرجان السنوي الثالث لنحل العسل ومنتجاته وشارك في هذا الاحتفال عدد كبير من النحالين من مختلف المحافظات العراقية لعرض منتجاتهم ولاطلاع على أحدث الأجهزة وأهلات استخراج عسل النحلي بأنواعه المهرجان الثالث نحضر بمجامع من النحالين محافظة السليمانية طبعا والمشاركاتنا دائما يخلق الصداقة وكمزر موثوق للنحل العسل الجبلي ويطالب منظمو الاحتفال بتبني وزارة الزراعة دعم منتجات عسل النحل بتوفير مختبرات مركزية بأسعار مقبولة ليزيد إقبال المستالكين على شراء العسل الرسالة التي نريدها أننا نريد مسألة مركزية تتبنىها وزارة الزراعة مختبرات مركزية بأسعار مدعومة مثل ما قلت لك أنا ما أقدر أروح أفحص كنا حال كل ما أروح أبيع أو أشتري أفحص بـ 75 ألف أو 8 ألف فيحتاج أنه مختبرات تتيسر الاحتفال شهد إقبالا كبيرا من الراغبين في شراء العسل الطبيعي المعروض وبخاصة ذو الجودة العالية المستخلص من جبال كروسان العراق نحن اليوم ننتج العسل يعني ما شاء الله خير من الله ولكن مشكلتنا بالتسويق احتفال عسل النحل يهدف إلى دعم المنتج المحلي والترويج له داخليا وخارجيا والتعريف بالعسل الذي ينتجه النحلون في كروسان العراق وعرضه مباشرة للمواطنين والزائرين في محاولة للحفاظ على مصداقية المنشى فضلا عن الاكتفاء الذي يسهم بدعم الأسواق المحلية موسيقى